إيران في وقتها هل كانت تدعم التوجه الأمريكي إلى أسقاط نظام صدام حسين وبالتالي احتلال العراق كنتم مع هذا التوجه أم لا لا طبعا وإيران رفضت ولا ننسى سفيرنا في الأمم المتحدة لديه كلمة مهمة في ذلك الوقت ولكن الولايات المتحدة الأمريكية عبرت مجلس الأمن الدولي والعالم كله يتذكر إيران رفضت كذلك في ذلك الوقت تركيا رفضت وفرنسا الدول الوحيدة التي رفضت الاحتلال العراق والهجوم على العراق لكن طبعا البلطجة الأمريكية والانبطاح العربي للأسف الشديد اتفقا على تدمير العراق وتدمير بناه التحتية وبعد السقوط حتى إيران رفضت حل الجيش العراقي وهي النقطة الحساسة جدا وللأسف الشديد الكثير من الفرقاء العراقيين يتجاهلون هذه النقطة المواقف التي كانت للرئيس رفسنجاني الله يرحمه وتصريحاته بأن المؤسسة العسكرية إذا لمست وإذا هزت سينتهي العراق وهذا الذي حصل سبب الدمار الذي يحصل في العراق هو مؤسسة العسكرية تفتتت بأمر من بريمر وتشجيعا من بعض الدول العربية للأسف الشديد وهذا الذي كان يراد أن يحصل في إيران كذلك بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران وسبب انشقاق منظمة مجاهدي خلق الإرهابية عن نظام الجمهورية الإسلامية هو هذا الموضوع كان خلافة مع الإمام الخميني في موضوع حل الجيش والمؤسسة العسكرية الإمام الخميني رفض قال هؤلاء أبناء إيران وكان الشاه مسلط عليه ترجمة نانسي قنقر